في شمال سوريا تشكو رحمة الحمود من ظروف معيشية صعبة مع شح المساعدات وسوء الخدمات ودرجات حرارة خانقة تحول يومياتها إلى جحيم كما هي حال عشرات آلاف النازحين في مخيمات عشوائية منسية الماء عطول الطفال مرضانة والله العظيم جوز بأسبوع ناخذهم مرتين ثلاثة على الدكتور رسالة ومراجعة والشمس أهل تشوف وضع الخيمة شلون الظهر ما ينقعد بها خالص خالص ما ينقعد بها وتعيش رحمة في المخيم اليوناني الذي اكتسب اسمه من مطعم يحمل الاسم ذاته على دفاف نهر الفرات عند أطراف مدينة الرقة منسيين هاي قليلة عشية جاعدة نشوفه احنا هنا منسيين خالص لا منظفات لا شيء لا مساعدة لا ولا خالص ولا حدا يعني حتى الأطفال دحق قلبها رح يعني انت تعرف وضع المخيم وشفت والله حتى الخيم الفوق نهري يعني والله ما عد نقدر يعني الشمس قام بتفوت على قلب البيوت في مخيم سهلة البنات عند الأطراف الشمالية الشرقية لمدينة الرقة تعتمد غالبية المقيمين في المخيم على مدخول يوفره البحث بين القمامة عن مواد يمكن بيعها ما بمساعدات ولا كل شيء احنا حصريا يعني ما حصلنا حتى مساعدة خالص عدينا والعالم تشتغل بلوصاخ وبلبلة والهاي يجيبون من المكبات تاي بيعون تاي جيبون خبزهم واشلهم واشد يعني مصروفهم اليوم يعني ما نسيين من زمان ما نوننا ما نسيين ما تانجينا وقعدنا بها المجاري هاي وهالشي هذا ده عجيشنا دهش جاري بحالنا وتضم مناطق سيطرة الإدارة الذاتية الكردية خصوصا في محافظتي الرقة والحسكة عشرات المخيمات العشوائية التي تؤوي مدنيين فروا من مناطق عدة على وقع المعارك بين أطراف مختلفة من النزاع السوري المتواصل منذ العام 2011 كانت هناك نقاش داخل الإدارة الذاتية حول تجميع هذه المخيمات في أكثر من مخيم حتى تتمكن أيضا الإدارة وأيضا المنظمات الإنسانية في التعامل مع الحالة الإنسانية سواء كانت صحية أو إنسانية وبحسب أحمد يقيم قرابة 150 ألف نازح في المخيمات النظامية بينما تؤوي المخيمات العشوائية عشرات الآلاف من النازحين ترجمة نانسي قنقر